أهلاً وسهلاً إخواني أخواتي في هذا الفيديو مهم جداً بالنسبة للقرعة الأمريكية 2021 في هذا الأمر أحتاج دعمكم ومساعدتكم في جمع هذه البيانات والمعطايات التي سأشرح لكم بإذن الله أول شيء أبدأ به وهو تعريف ما سنقوم به قمنا في مجموعة على الواتساب بجمع معطايات الأعضاء من ناحية الأرقام الفائزين لكي نعرف الأرقام حسب ترتيبها وفعلاً هذه التجربة التي قمنا بها كانت ناجحة تقريباً بـ 70% بفضل الإخوان والأخوات لهذا الأمر أريد أن أعممها على الجميع وخصوصاً في الدول العربية من أجل معرفة الأرقام لكل بلد على حدة يعني من أجل الهدف من هذا الأمر هذا هو معرفة الأرقام على حساب كل دولة على حدة بهذا الطريقة جمع البيانات لكل دولة سيكون بإمكاننا بإمكانك يعني معرفة الأرقام ببلدك وكم رقم قبلك وبعدك هذا سيسهل على الجميع معرفة ذلك كما سيمكننا معرفة كم عدد الأشخاص الذين حصلوا على رسالة التأكيد ومراجعة الوتائق وكذلك قد تبين لنا الطريقة التي يعمل بها مركز كنتاكي من خلال هذا الأمر لهذا لكل من يهمه الأمر والمعني بهذا الشأن أحتاج دعمكم ووقفكم من أجل نجاح هذه التجربة لأول مرة في تاريخ القرعة الأمريكية لا أعتقد شخصياً أنه هناك طريقة معرفة الأرقام لكل دولة على حدة فقط يوجد القرات وهذا يعرفه الجميع بطبيعة الحال كما قد أشرت إليه في هذا الأمر جمع المعطيات الأرقام لكل دولة سيسهل علينا الأمر لمعرفة ذلك أعرف أنه لن نصل إلى 100% من جمع هذه المعطيات لكن بمساعدتكم وتعاونكم سنصل إلى الرقم التقريبي الذي نتمنى والذي أطمح إليه وهو 70% من المعطيات والبيانات التي تخص هذا الأمر وهدفنا من هذا الأمر هو معرفة والاستفادة للجميع دون الستناء لكي تعم الفائدة والله على ما أقول شاهد ليس لهذف آخر سوى طموحي أن أجعل هذه التجربة ناجحة وكل ما يهمني هو مصلحة الجميع من هذا الشأن ثانياً ما هو المطلوب منك من جراء هذا العمل أول شيء وهو الصدق في إعطاء البيانات هذا الأمر يخص فرق فقط قرعة الأمريكية 2021 ثاني شيء وهو نشرها مع الفائزين لكي تعم الفائدة لكي نصل إلى هدفنا وهدفنا المنشود هو معرفة البيانات بطبيعة الحال على حساب كل دولة كيف سنجمع هذه البيانات؟ قمنا بإنشاء استمارة أسئلة على الموقع جوجل والتي سأشرح بياناتها كيف تدخل هذه الأرقام كما ترون على الشاشة هذه هي الاستمارة التي سأشرح لكم بياناتك فيها في هذه الاستمارات أو الاستفساء هناك بعض الأسئلة المهمة سؤال الأول هو إدخال الرقم الكيس نمبر كما سأشرح لكم على الشكل التالي الكيس نمبر كما ترون على الشاشة يكون على هذا الشكل يعني إذا كنت من قارة إفريقيا تكتب على هذا الشكل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يعني مثلا يعني الأهم وهو الرقم يكون على هذا الشكل وليس على هذا الشكل يعني 12 ألف كا أو أصفار أو غير ذلك كل مكان الرقم تقريبي كل مكان أحسن هذا سيسهل علينا المأمورية في جمع البيانات في ملف واحد أعرف أن الكل يخاف من إعطاء الكيس نمبر في هذا الاستمارة نحن لا نطلب منك إسمك أو معلوماتك أو بياناتك الشخصية فقط الكيس نمبر يعني الكيس نمبر لا نعرف من أنت ومن تكون فقط الكيس نمبر وليس الهدف هو أخذ تأشيرتك أو من هذا القبيل أعرف أنك تسأولات تطرح كثير بخصوص هذا الكيس نمبر إذا كنت يعني إذا كنت تخشى ذلك الأمر بإمكانك إعطاؤنا الرقم التقريبي للكيس نمبر بتاعك لكي تتضح لنا الصورة يعني مثلا إذا كان رقمك مثلا يعني على هذا الشكل إذا كان رقمك مثلا إتناشر ألف وخمسمائة وواحد وخمسون يعني على الأقل يعني أعطينا تقريبا مثلا إتناشر ألف وخمسمائة ومثلا أربعون يعني هذا الرقم يكون تقريبيا إذا كنت تخشى وتخشى عدم إعطاء الرقم الصحيح فقط الرقم التقريبي لكي نصل إلى الصورة الموضحة يعني الرقم لا يكون على هذا الشكل مثلا مثلا إتناشر ألف وخمسمائة يعني الرقم التقريبي يكون أفضل ليكون في علمك إننا لن ننشر هذه المعطايات مع أي جهة مختصة والرقم الكيس نمبر لا أحد سيعرف كما قلت لكم من أنت ومن تكون ومن اسمك ومن هويتك يعني بخصوص هذا الأمر السؤال الثاني في هذا الأمر هذا في الاستمارة اختيار البلد اختيار البلد مهم جدا أيضا اللي هو ساعدنا في جمع المعطايات والمعلومات يعني اختيار البلد الذي تقطن فيه مثلا إذا كان بلدك الأصلي مصر وأنت مقيم في بلد آخر هنا يجب إعطاء بلد الإقامة والبلد الذي ستجرى فيه المقابلة يعني البلد الذي ستجرى فيه المقابلة هذه نقطة مهمة سؤال الثالث والذي يقول هل توصلت برسالة تأكيد للمراجعة ملفك والوتائق الجواب يكون بيس إذا كان نعم الجواب يكون بلا إذا كان نو السؤال الرابع الذي يخص متى قمت بملء الاستمارة دي اس مائتين وستين يعني متى قمت بملء الاستمارة مائتين وستون يعني تاريخ إدخال يكون على هذا الشكل التاريخ أولا ثم اليوم ثم السنة بطبيعة الحال على هذا النحو مثلا 2020 مثلا تقريبيا لكي نعرف هذه المعطيات بهذا الأمر هذا هو كل ما يخص هذه البيانات المرجو إخوان التدقيق في إعطاء الكيس نمبر وعلى الأقل إذ لم تخشى إعطاؤنا الرقم الكيس فقط الرقم التقريبي كما شرحت لكم لكي نستفيد ونجمع هذه المعطيات في ملف وتسهل علينا المأمورية في ميكروسوفت إكسيل قد حددنا مدة شهر تقريبا لكي نجمع هذه المعلومات وتصل إلى الجميع وتعمم الاستفادة ونقوم بتحليل هذه المعطيات وترتيبها على حساب كل دولة على حدى وإن شاء الله في عشراء فبراير سنقوم بنشر هذه المعطيات للجميع نتمنى من العلي القدير هذه الفكرة وهذه الطريقة تلقى واحد الإقبال كبير من طرف الجميع وأرجو منكم دعم هذه الفكرة ونشرها بين المجموعات الفائزين بالقرع الأمريكي 2021 والله ثم والله لا يهمني الشهرة ولا شيء من هذا القبيل سوى أن أرى الاستفادة لكم وإن شاء الله أرى الكل حاصل على التأشير بإذن الله وتحقيق أحلامكم ومتطلباتكم والله يعني يحاسب كل واحد على قد النية دياله وقد العمل دياله وشكرا لكم وشكرا لكل من ساهم وكل من سيساهم في إنجاح هذا العمل بإذن الله وتحية لكم من أخوكم حسين وإلى فيديو آخر بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في آخر الفيديو هذا مثال على إدخال هذه البيانات والمعطيات أول شيء قمت به باختيار القارة إفريقيا 13250 أخترت البلد هل توصلت بالوتائق؟ يعني أدخلت نعم واخترت التاريخ الذي ملأت فيه الاستمارة DS260 ثم أضغط على submit بهذا تكون قد انتهيت من إدخال هذه البيانات والمعلومات وإلى فيديو آخر بحول الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر